المسيحية تقدم لنا شيء عظيم جدا إعلان بيختلف عن أي ديان أخرى المسيحية هي فعلا ديانة وحدانية تؤمن أن الله واحد لا شريكة له ولا مثيلة له فمش ممكن تشرك مع الله أي إله آخر لكن المسيحية تقدم الله بشكل متميز بشكل فريد تقدم لنا الله المثلث الأقانيم أنها وحدانية جامعة وليس وحدانية مجردة أو أجردة تجرد الله من صفات كثيرة ومن طبيعة مثل المحبة مثلا إذا الله محبي ومتى صار الله محبي بعد ما خلق الإنسان أما طبيعة الله المحبي وإذا كانت طبيعة الله من كان يحب قبل خلق الإنسان في أسئلة هذه الوحدانية الجامعة يمكن إذا ما استطعنا نفهمها بالعقل شوية الطراب اللي موجودة في هالمخ كيف فينا نصل يعني لفهم إلى الذات الإلهية إلى العمق الإلهي إلى الطبيعة الإلهية طبعا استحال أحباء نفهم إلا من خلال ما أعلن لنا الكتاب المقدس فطبيعته ليست مجردة فهذه الوحدانية الآب الإبن الروح القدس واحد في الجوهر الله قائم في ذاته ناطق بكلمته والكلمة صار جسدا في ملء الزمان في أحشاء القديسة مريم العذراء وهو حي بروحه فهل عندما نقول هذه المواصفات نحن نشرك بالله من السهل أنك تهاجم المسيحية لأنك ما بتفهم شو بتعل المسيحية من أنك تبحث وتصلي صلاة مخلصة إلى الله أن الرب يعلن لك هذا الإعلان العظيم فالمسيحية تعلن أن الله محبة لا توجد أي ديانة ممكن تتكلم عن هذا الموضوع بطريقة مثل ما بيتكلم عنه الكتاب المقدس الله روح الله قريب من الذين يطلبونا الله يتواصل يتفاعل هو إله شخصي مش بعيد عن الإنسان مثلت الأقانيم أحبائي لأنه فعلا حتى يقوم بعملية الفداء الله بيرسل الإبن الإبن ينجز عمل الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا المسيح كلمة الله اتخذ جسد في ملء الزمان حتى يقوم في عملية الفداء الروح القدس ختم على هذا الفداء فإذا هذا هو عمل الوحدانية الجامعة فأنا أصلي فعلا أن هذه الإعلانات تكون حقيقة في حياتك وأنك تبتد تطلب وترجع للرب